نحو تطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة 2035 لكويت جديدة أقامت هيئة مكافحة الفساد نزاها ندوة توعوية تثقيفية للمجتمع عن ما يحمله الفساد الإداري والمالي من مخاطر وسبل علاجها لخلق بيئة اقتصادية فاعلة ومتنوعة الهدف الرئيسي هو هدف وقاء في الدرجة الأولى نحن هنا نستخدم الكشف عن الكسب غير مشروع فقط الذمة المالية لكنها جزء من تحري متكامل تقوم به الهيئة لكن الدرجة الأولى هو أمر وقائي تطبيق نظام الذمة المالية هو أمر وقائي في الدرجة الأولى وهذه من تجارب دولية الهدف من تقديم قرار الذمة المالية وتطبيق نظام الذمة المالية هو حماية أموال الدولة من التعدي عليها تعاون مشترك بين نزاهة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية لتغطية كافة الجوانب والمحاور في هذه الندوة التي تناقش الإفصاح عن الذمم المالية وأثرها في تعزيز منظومة الإصلاح ودور منظمات المجتمع المدني في تعديل المسار الاقتصادي هناك مجموعة من المتطربات التشريعية ومجموعة من الأعمال التنفيذية راح نتكلم عنها بتفصيل ونتمنى أن التوصيات اللي راح نقدمها ونستعرضها أن يأخذون فيها الجهات المعنية في السلطتين حتى يعني بالنهاية كلنا نساهم مع بعض في تحقيق خطة التنمية عشرين خمسة وثلاثين هذه الندوة تأتي ضمن خطة زمنية لتفعيل مجموعة من الأنشطة التوعوية ذات الصلة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالمجتمع وتماشيا مع الأهداف الواردة في قانون إنشاء الهيئة تهدف هذه الندوة للتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد الإداري والمالي وسبل الوقاية منه والعمل على تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع حسين الصائغ لتلفزيون المجلس